ولمناقشة هذا الموضوع تنضم إلينا ميسانة موراني محامية في مركز عدالة مساء الخير ميسانة مساء الخير مجد نعم بداية نحدثينا عن هذا الالتماس الذي تقدمتم به في مركز عدالة ضد مصلحة السجون ماذا طالبتم به؟ الالتماس قدمنا في بداية شهر خمسة في قمة موجة الكورونا الأولى لما كان الأسرة ممنوعين من الزيارة من زيارة المرحمين وزيارة العائلات وكذلك من الذهاب للمحكمة في هذه الفترة نحن توجهنا للمحكمة من طالب بتطبيق تعليمات وزارة الصحة بالحفاظ على التباعد الاجتماعي كمان بين الأسرة الفلسطينيين في سجن الجلبوعة بشكل خاص الالتماس جاء على أساس معلومات الموجودة عندنا بحسبها الأسرة الفلسطينيين في سجن الجلبوعة متواجدين كل ست أسرة في سنزاني اللي لا يتجاوز مساحتها 22 متر يشمل المرحاض والحمام والمطبخ وبنامه على تختين على تخت من طابين لما البعد بين الطواب بين التختين لا يتجاوز 80 سنتي فبالتالي واضح أنه ما فيه ولا أي مجال للأسرة أن يحط على التباعد الاجتماعي بين التباعد ومن الاستجانين اللي بفوتوا على الزنازين بشكل يومي لأكثر من مرة بطريقة اللي بتعرضها للخطر الإصابي في الكورونا نعم يعني إذن هذه المطالب من المفترض أن تكون بديهية يعني لماذا رفضت المحكمة هذا الالتماس؟ المحكمة عملياً تبنت وجهة النظر النيابي لحسبها الأسرة الأمنيين من شكل خاص بمثابة عائلة أو ناس لسكنين سوا بنفس المكان وبالتالي حسب تعليمات وزارة الصحة ما في حاجة أن يحافظوا على التباعد الاجتماعي بين أطوان طبعاً هذا التفسير هو جداً يعني مش منطقي أولاً لأن الأسرة هنا مش ناس لسكنين سوا أنا مناصل المفرض عليهم ظروف السجن هاي والدولي هي المسؤولة عن هاي الظروف وعن صعوبتها وعن عدم الالتزام بقرارها سابقة من المحكمة بتوسيع مساحة العيش تبعية الأسرة أنا ما بتحطهم باكتظاظه اللي هو بشكل خاص خطر بفترة الكورونا بس أيضاً هو اكتظاظه بشكل عام هو اكتظاظ غير إنساني ما بشمل مساحة أقل أدنى مساحة كافية للعيش بس بالأضافة لهيك كمان المحكمة عملياً اتجاهلت يعني تبنت الفكرة تبعت السلطة السجن إنه فيه إمكانية العزلة الأسرة عن العالم الخارجي يعني العالم الخارجي السجن اللي هو احنا أيضاً نفكر إنه هذا الطريقة اللي هي مش منطقية ومش دستورية بأنك تعزل الناس الأسرة عن الزيارات المحامين وزيارات العائلات الفترة الطويلة بما أن الكورونا موجودة ومش رح تختفي بالفترة القريبة بس كمان بتجاهل وجود السجنين اللي بفوتوا كل يوم من المجتمع بيحتقوا في المجتمع ممكنين عدوا أيضاً بالمرض وبيفوتوا على قلب السجن وبيفوتوا على الزنازين بشكل يومي خمس مرات كل يوم على كل زنزانة غير الاحتكاك الدائم مع الأسرة وبهيك بشكلوا عليهم خطر كمان نعم يعني السؤال هل هذا التباعد الاجتماعي داخل السجون يحدث في السجون يعني غير الأمنية في الأسرة الجنائيين لدى الأسرة الجنائيين لماذا التعامل مختلف يعني مع الأسرة الأمنيين بالفعل يعني من بداية أزمة الكورونا في مصلحة السجون الإسرائيلي كان في عندها استراتيجيتين استراتيجية الأولى هي العزل السجون عن العالم الخارج ومن عن زيارات كما ذكرت والاستراتيجية الثانية اللي كانت مخصصة على الأسرة للسجناء الجنائيين واستثنة الأسرة الفلسطينية هو سياسة أيضاً تقليل الاقتباد عن طريق يعني طلاق صراح الأسرة إذا كان لفرص خاصة إذا كان عن طريق ما يسمى يعني التحرير الإداري قبل الوقت وبهاي الأدوات تم يعني إطلاق صراح ما يقارب الألف ألف سجين جنائي من كل هاي الترتيبات اللي تم اتخاذها عملياً تم استثناء الأسرة الفلسطينيين من هاي ترتيبات وكانت معدي فقط للأسرة للسجناء الجنائيين وهذا واحد من الادعاءات اللي قلنا كمان دام المحكمة أنه مش منط يعني فيش ولا أي منطق لا إنساني ولا قانوني اللي بيقول ليش الأسرة الأسرة الفلسطينية مش هني زي العيل ومش لازم يكون في تباعد بناتهم بينما الأسرة السجناء الجنائيين ببلا بتم إطلاق صراح ألف سجين وتخفيف الاكتظار بناتهم يعني ألا يتعارض هذا مع لربما القانون الدولي الحقوق الإنسان يعني من المعروف أن جميع السجون في العالم تطبق الآن يعني كل أنظمة التباعد الاجتماعي والتعليمات الموصف بها لعدم إصابة السجناء أيضا بالعدوى يعني بنهاية المطافهم أيضا يعني لديهم حقوق إنسان كالطلقاء بالفعل يعني اليوم السجون في العالم هي واحد من أهم يعني تركيز جدا كبير على السجون على الحفاظ على قدر الإمكان على السجناء والأسرة من من انتشار العدوة الكورونا لأنها ممكن تكون جدا يعني السجون هي بيئة جدا خصبة لانتشار الفيروس في حال وفات الفيروس وبالفعل يعني اليوم يعني جهات مختلفة عالمية بالطالب في تطبيق التباعد الاجتماعي أيضا في قلب السجون واضح أنه مش ممكن بدرجات يعني كبيرة زي التعليمات العامة بس على قليل في محاولة لحل الحفاظ على التباعد الاجتماعي إذا كان منظمة الصحة العالمية بالطالب في هذا الموضوع إذا كان مفاوض مفاوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هناك أيضا المقررين الخاصين في الأمم المتحدة كان في عندنا تطرب خاص للأسرة الفلسطينية ومطالبة بتحريرهم وأيضا يعني من فحصنا هذا الموضوع يعني هذه السياسة تطبق حتى في السجون مثلا في أمريكا أو في محلات مختلفة في العالم اللي في محاولات مختلفة وستراتيجيات مختلفة لزيادة التباعد الاجتماعي بين المساجين بقدر الإمكان أخذين بعلا الاتبار بس المصلحة السجون الإسرائيلي والمحكمة العلية حتى ترفض أن هذا المبدأ لازم يتم تطبق للأسرة الفلسطينية نعم ميسانة موراني محامية في مركز عدالة شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات اشتركوا في القناة